السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله تعالى سوف نرى كيف نغير لطي انت واحد السلول او لا واحد الكاز تلاحظوا انه عندها مثلا هذا اللين بهذا الشكل هذا هذا اللين هذا او لا هاتستر بهذا الشكل هذا إذا بدنا نغير لعرض نتاوم يكفي انني تمشي لحد الفاصل بين ثلاثة واربعة وتنكليك وتنغير تنكليك وبقام كليك وتنجر تنسي القياس اللين بهذا الشكل او لا نعود الرد على حساب الاختيار ونفس الطريقة تتعود بالنسبة للكولوم عندنا مثلا هذا الكولوم بهذا الشكل إذا بدنا نغير لعرض نتاوم يكفي ان نتكليك ثم نتكليك مشي لحد الفاصل بين C و D و نتكليك تلاحظوا انه اوتوماتيك عند المورو بين لحد اللي كان الفاصل بين C و D تتغير ليكون ديال للسوري ثم نتكليك ثم نتكليك نتكليك في الشكل نتكليك في الاختيار مثلا ان هذه او لا نعود نزيد كبيرها ونعود صغرها نتكليك في الاختيار ثم كنا طريقة اخرى نتكليك في الاختيار ثم اوكي تلاحظوا أن وطننا بهذا الشكل يعني ابلكا لنا لديك القيمة التي اعطناها باللغة بالنفس العملية بالنسبة للاتوغ كيف نضيع اطوغ دولين والسماع تنضيع عشرة اوكي تلاحظوا أنه 14 إذن هذه الطريقة كيف نغير القياس من قياس عرض مثل لان او نغير عرض مثل كولون ونكتفي بعض القدر هذا حتى الدرس مقبل إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته